بحضور يسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وقعت اللجنة الأولمبية البحرينية مع مجموعة جي اف اتش المالية عقد رعاية بطولة جي اف اتش لكأس العالم للغطس العالمي لعام 2024 المؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية 2025 والتي ستقام في مشروع هاربر نورث التابع للمجموعة في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من سبتمبر المقبل برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووقع الاتفاقيته من جانب اللجنة الأولمبية الأمين العام لسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي ومن جانب مجموعة جي اف اتش المالية السيد صلاح شريف رئيس العمليات التنفيذية بالمجموعة بموجب الاتفاقية ستوفر جي اف اتش الموقع والمرافق المطلوبة لإقامة المنافسات الاستقبال أفضل ستين غطاسا ملكة الجنسين على مستوى العالم وسيتم اعتماد الارتفاع القانوني للقفز على مستوى الرجال 27 مترا وهو أعلى ارتفاع معتما من قبل الاتحاد الدولي للألعاب المائية وعلى مستوى السيدات 20 مترا وستبرز هذه الفعلية العالمية إمكانات مملكة البحرين في استضافة أرقى البطولات العالمية في الرياضات المائية مع توفير البحرين هاربر للموقع المثالي لهذه المنافسات الدولية بفضل تصميمه المعماري الفريد وأجوائه الايقونية وجهزياته للترحيب بأفضل الرياضيين ومحبي الرياضات المائية وبهذه المناسبة أعرب سمو الشخالد بن حمد الخليفة عن تقديره لمجموعة جي اف اتش المالية على رعايتها للبطولة العالمية التي ستقام لأول مرة على أرض مملكة البحرين بالشاركة مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية مثمنا سموه الدور البارز الذي أصبحت تلعبه الشركة في دعم مختلف البطولات والفعاليات التي تقام على أرض المملكة لتكون في طليعة الشركات الوطنية الداعمة للقطاع الرياضي أضاف سموه نقدر رعاية مجموعة جي اف اتش المالية للبطولة العالمية استمرارها لدورها الرائد في دعم الحركة الرياضية وتجسيدا للشراكة الفاعلة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص واللجنة الأولمبية البحرينية التي تعمل على استضافة أكبر الأحداث الرياضية لتعزيز مكانة البحرين معربين عن ساعدتنا لإقامة بطولة جي في اتش العالمية للغطس العالمي والتي تعد إحدى ثمار الجهود الكبيرة التي تبدلها اللجنة الأولمبية لإستضافة أكبر البطولات العالمية بمختلف الرياضات من جانبه أكد السيد هشام الرئيس أن رعاية مجموعة جي في اتش المالية لهذا الحدث العالمي يعد انطلاقا من حرص المجموعة على المساهمة الوطنية في دعم قطاع الرياضة وتنميته وإنجاح هذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة على أرض المملكة كما أنه جسد دور المجموعة في خدمة المجتمع بصورة عامة من جانبه قال السيد برانت نوكي الرئيس التنفيذي للإتحاد الدولي للرياضات المائية نتطلع قدما إلى نقل منافسات بطولة كأس العالم للغطس العالي إلى أفاق جديدة من النمو انطلاقا من مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر